تابعي بوصلنا لفقرتنا الثانية فقرة بالعقل بالعقل النهاردة مع منتخب مصر ولكن عن التحكيم هتقولي بتتكلم عن التحكيم في مطش ضد جبوتي هقولك هنتكلم هنتكلم دلوقتي وهقول لحضرتك ليه ده كنت هنا بتكلم عن منتخب مصر فهو شيء غريب جدا أن يكون أو حكم هذه المباراة وواحد من الحكام اللي تم تعينهم من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي وكمان لجنة الحكام في الاتحاد الدولي يعني لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي بتبعت للجنة الحكام في الاتحاد الدولي وتقوله تمام يقوله تمام خلاص تخيل حضرية جنوب عينه طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة مصر وجيبوتي لغاية هنا اللي هي يوم الخميس إن شاء الله لغاية هنا مفيش مشكلة طيب ايه الغريب في الموضوع الغريب في الموضوع إنه هذا الحكم جيلي شفاني حكم دولي في جنوب إفريقيا من سنة 2021 هو أمام حضرتك عنده 27 سنة يعني هو حكم دولي من هو عنده 25 سنة هو مولود حكم دولي تخيل حضرتك أن هذا الحكم أول مباراة لجيلي شفاني على صعيد التحكيم للمنتخبات هتكون مباراة مصر وجيبوتي طيب علامة الاستفهام هنا ايه هتلاقي الناس تقولك يما هو أسلم مطش سهل والحكم ياخد خبرة فيه والله أنا معاك بس من العقل كده هو الحكم ياخد خبرة في مطش رسمي في تصفات كهس العالم ولا ياخد خبرة في مطشات دولية ودية لمنتخبات كبيرة ويشوفوه تحت ضغط حيتصرف إزاي وهو مطش ودي في الآخر عشان حتى لما يحصل خطأ ما يكونش مؤثر على مسيلة منتخب بيلعب يعني هذا المنتخب في بطولة رسمية او في تصفيات رسمية طيب رجعنا لتاريخ هذا الحكم خلاص لعنا بيحكم في بطولات جنوب افريقيا فقط طيب اكتر فريق قدر ليه مباراة هو مين سانداونز في جنوب افريقيا طيب على المستوى الدولي عنده كم مباراة دولية واحدة في كاس الأمم الافريقية للناشئين كانت ما بين الجزائر والسنغال مباراة وحيدة طيب بالنسبة للأندية في الكونفدرالية كانت السنة دي عنده مباراة واحدة كانت ما بين فيوتشر وسنجيدا طيب انا بقولي الكلام دا ليه انا بقولي الكلام دا لانه دا حيوديني للجنة الحكام في الاتحاد الافريقي ما هو انا عندي بعد التوقف الدولي دا انا كنادي اهلي عندي دوري ابطال افريقيا هل مثل هذا هؤلاء الحكام هما اللي هيحكمونا في دوري ابطال افريقيا ما هو انت بالعقل كده لما الحكم دا يحكم مباراة عنده ستة عشرين سنة ولا سبع عشرين سنة ويحكم مباراة لمنتخب مصر ومنتخب جيبوتي وهتقول لي مباراة هل زي ما قلت لحضرتك كده طب هل احنا شفنا مستوى التحكيم في طول الدوري الابطال الفترة اللي فاتت والدوري الافريقي كان عامل ازاي شفنا حتى اللي حصل في المباراة النهائية والوقت بدل الضائع واللي عملو لعيبة سانداونز مع الوداد انا بشوف ان مثل هذه الواقعة ان حكم عمره سبع عشرين سنة بقاله سنتين عنده مطشين والدوليين فقط مطش مع منتخب سنغال والجزائر تحت 17 سنة والمطش التاني في الكونفيدرالية ما بين فيوتشار وسنجيدا ويحكم اول مباراة لكل منتخب مصر ده بيوديني للعقلية لجنة الحكام الافريقية اللي حتعين لي بعد كده في دوري افطال افريقية فمثلا تجد اذا كان بيقولك ايه ان مطش مصر وجبوتي ده مطش سهل طيب ايه رأي حضراتكم في مطش منتخب الجزائر ومنتخب الصومال تقريبا نفس المستوى مستوى منتخب الجزائري زي منتخب المصر ومنتخب الجبوتي زي منتخب الصومال يعني على الورق هي مباراة سهلة للجزائر طيب من الحكم الذي سيدير هذه المباراة هو حكم ذو خبرة دولية كبيرة هو المالي بو بوتراوري ادار مباريات كثيرة في كاس الامر الافريقية سواء كبار او شباب او ناشئين وله رصيد كبير في البطولات الكونفدرالية ودوري الابطال طيب عايزين مفاجأة اكبر المباريات في تصفيات كاس العالم هتكون بدون تقنية الفار تخيل معايا حضرتك احتمال واحد في المليون واحد في المليون ان المباراة دي يكون فيها اخطاء تحكمية مؤثرة مباراة مصر وجبوتي وما يبقاش فيها فار اساسا يعني الحاكم اللي محكمش اي مباراة اولية غير مطش واحد لمتخب ناشئين سنغال ضد الجزائر متخب ناشئين اكيد هو اللي حيشيلي الليلة كلها طيب لو الحاكم ده ادرب منتخب مصر مين اللي حيجيبلي حقي طيب لو هذا هو التفكير في لجنة الحكام الافريقية فانا كنادي اهلي وكنادي بيرامتز وكنادي الزمالك وكنادي فيوتشر بعد كده سواء في الدور الابطال او في البطولة الكنفدرالية مين اللي حيجيبلي حقي في كمية الاخطاء اللي بتحصل اديكم شفتم مع النادي الاهلي كمية الاخطاء اللي حصل على الرغم من سوق المستوى وكذا وكذا انت كنت ممكن تطلع في مباراة سانداونز هناك متعادل واحد واحد مع سانداونز لو حسب لو تم احتساب ضربة الجزاء اللي بتاعة بيرسي تاو دخل الجون فده جرس انذار لانك مكمل التصفيات بدون فار وبالحكام دول هم هم نفس الحكام انا بس بوري لحضراتكم العقليات ماشي ازاي علشان لما نجي نتكلم بعد كده هتقول لي عم اسلام ما انت ما لا انا بقولها طيب كارثة تانية خلال الساعات الماضية وهي تعيين حكم جنوب افريقي ثم ازتبداله في مباراة لدور المجموعات ضمن مجموعة سانداونز خلي بال حضرتك ابسط قواعد النزاه ان ما يحكمش في المجموعة دي حكم من جنسية الفرق اللي بتتنافس فيها فواضح كده ان اللي جاي مش حلو في التحكيم الافريقي انا بوري لحضرتك الافكار بتبقى ماشي ازاي اتجاهات الافكار بتبقى ماشي ازاي يعني الفكر في الاتحاد الافريقي ان هو يجيب حكم لم يحكم اي مباراة دولية لأي منتخب اول يحكم لمباراة لمصر وتصفات كاس عالم مصر وجبوتي وما فيهاش فار ما فيهاش فار فهي دي العقليات اللي حتحط لنا اللي اشتركوا في القناة